وادر وصول لحل في اليمن فبعد أكثر من تسع سنوات على الانقلاب الحوثي وحرب تسببت في مقتل وإصابة مئات الألاف وأزمة اقتصادية ومعيشية دفعت ملايين اليمنيين إلى حفة المجاعة يبدو أن بارقة أمل تلوح في أفق الأزمة اليمنية حيث أعلن المبعوث الأممي توصل الأطراف في الصراع لاتفاق حول خارطة طريق لحل الأزمة تشمل وقفا لإطلاق النار في عموم البلاد إضافة إلى تنفيذ إجراءات لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية تشمل دفع رواتب موظف القطاع العام استئناف تصدير النفط تخفيف القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة نوضح أكثر في هذا الموضوع الحقيقة بأنه ثمة أخبار قد تعيد اليمنيين مرة أخرى إلى حياتهم الطبيعية فيما يتعلق بأن تكون هناك نهاية لهذا الصراع الذي استمر لتسع سنوات مكتب المبعوث الأمم الخاص إلى اليمن يكشف عن مستجدات بشأن الجهود المبذولة للتوصل لخارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء هذه الحرب في اليمن المحادثات الأممية مع الأطراف اليمنية توصلت إلى الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد ودفع جميع رواتب القطاع العام ووفق المبعوث الأممي تم الاتفاق كذلك على استئناف صادرات النفط وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن وموصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة زيادة على ذلك تحدث المبعوث الأممي عن خارطة طريق ستنشئ آليات لتنفيذ وأيضا تستعيد عملية سياسية يقودها اليمنيون بوساطة الأمم المتحدة حث المبعوث الأممي جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في الوقت الحرج لإتاحة بيئة مواتية للحوار وتسهيل نجاح إتمام اتفاق خارطة الطريق منوها وبالأدوار الفاعلة التي لعبتها السعودية وسلطنة عمان في دعم الطرفين إلى الوصول إلى هذا الاتفاق أشار أيضا إلى أن هذه المعطيات تمخضت عن سلسلة اتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي والمفاوض الحوثي محمد عبد السلام يرى المبعوث الأممي أن ثلاثين مليون يمن يراقبون وانتظرون أن تقود هذه الفرصة الجديدة إلى تحقيق نتائج ملموسة وتقدم نحو سلام دائم ترجمة نانسي قنقر